اشتماع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم الخميس مع معالي السيدة سارة بيوسلو نيانتي وزيرة الخارجية في جمهورية ليبيريا الصديقة وخلال الاجتماع تم بحث مسار العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها على كافة المستويات خدمة للمصالح المشتركة إلى جانب تبادل وجهة النظر حيال مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتم خلال الاجتماع التوقيع على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين